هنتكلم على النواحي الفنية كتير لكن قبل النواحي الفنية في بعض الامور حصلت في الايام الاخيرة في حاجات هتكلم فيها وفي حاجات هاجلها البعض رمضان خليها البعض رمضان بلاش اليومين دول الواحد يعني الحمد لله مش نقص مش نقص تتكلم عن حد المهم مش عايز اخرج عن الشرعية كتير المهم الفترة دي او اليومين ثلاثة اللي فاتوا سمعنا كلام كتير جدا 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 وضغط على الحكام شفناه بصراحة من النادي المنافس لنا النهاردة وبالمناسبة تم تعيين حكم امبارح وهو كابتن امين عمر كابتن امين عمر هو اللي حيدير لقاء اليوم هو ده اللي يعني اختاروه لكن هو امر غريب لان لو تفتكروا حضراتكم كابتن امين عمر لنا معاه حادثة كده مش لطيفة كابتن امين عمر هو اول من طبق روح البروتوكول في العالم كله لو فاكرين حضراتكم لما سمع كلام الكابتن فاكرين لما سمعنا بقى كلام الكابتن عصام الفتاح لما طلع بعد كده كان بيدافع عن اللي هو رئيس اللاجنة حكام السوي كان بيدافع عن الكابتن امين عمر في مباراة نادي الاهلي والبنك الاهلي كابتن امين عمر قاله طبق فيها روح البروتوكول لو تفتكروا حضراتكم لان هو بصراحة اقل ما يقال عنه في الماتش ده انه خالف القانون والكل اجمع على كده بما فيهم قدام الحكام بما فيهم خبراء التحكيم كلهم ايوا خالف القانون لو تفتكروا حضراتكم الجول بتاع محمود وحيد اللي كانت في نص الملعب كرة لنا كرة سابتة لنا وكانت متحركة ورمي ربيعة لعبها على طول لما عمل كده والفار جابه هو المفروض ان المفروض الفار ما يجيوش خالص مش في القانون خالص كابتن عصام عبد الفتاح بعد المباراة برر الخطأ القانوني فقال لك اصله هو طبق روح القانون من وقتها ولا سمعنا على اي روح تاني لا روح قانون ولا روح مش عارف ايه وكأن الكابتن عصام عفتاحه اللي حواليه قاله الاختراع بس ده عشان يطلع روح نحن بس انا من وجهة نظري انا ما عنديش يعني انا كواحد اهلاوي ما عنديش اي خلاف مع الكابتن امين عمر انا بكلم على وقع هو حكمل حكمل الكويسة ولكن اعتقد انه هو لايس رجل هذه المباراة من وجهة نظري نتمنى له التوفيق طبعا لكن كنت اتمنى اشوف حد تاني هتقول لي شوف حد تاني زي مين اقول لك زي مثلا كابتن محمود البنة كابتن محمود البنة هو تقريبا الاكدر بادارة مثل هذه المباراة فعلا كابتن محمود البنة لا يميز اي الوان ما بيخافش من الصوت العالي والصوت العالي اسمعناه كتير قوي 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 اليومين تلاتة اللي فاته تهديد وعيد خلينا بقى مش عاجزة اتكلم فيها برضو ما اجلها الرمضان بعد رمضان ان شاء الله ما بيخافش من الصوت العالي بصراحة كابتن محمود البنة بيخافش من الصوت العالي وما بيطبقش روح القانون ولا روح البروتوكول هو بيدي كله اتحقه بالظبط ولا اكتر من كده طبعا اليومين بقى اللي فاتوا دول بالذات كان فيه تصريحات زيادة عن اللزوم من المنافس ضد التحكيم وقال لك احنا عايزين حكام اي جانب واحنا مش عايزين طب ما احنا عايزين نرفع احنا النادي الاهلي عايزين نرفع الحرج عن الحكام المصريين وطلبنا الحكام اي جانب بس األك الوقت داية الوقت داية انهم يجيبوا حكام اي جانب مع ان اصلا التحديد الماتش نفسه ما كانش لما النادي الاهلي ولا من اي حيث هو كان منتحد الكور ولما تكلمنا عن حكام اي جانب قالك لا ده كان قابلها اصل المفروض قابلها ب 15 يوم اذا كان انت اصلا ايالي على الماتش قابلها ب 10 ايام ولا قابلها ب 11 يوم يعني هو ايه يعني تبرير نتمنى ان شاء الله بس النهاردة ان شاء الله نتمنى ان ما يكونش فيه تأثير على قرارة الحكام دا اللي نتمنى ودا اللي عايزين نشوفه النهاردة في الملعب كل اللي عايزينه من الكابتن امير عمر واي حد طبعا كان كابتن امير عمر هو اللي هيحكم النهاردة احنا عايزين بس العدالة ليه وللخصم ليه وللخصم لان الخصم بعمال يدوس بقى له 3 ا 4 ايام وزي ما قلتنا حضراتكم تهديد وعيد واحنا ومش احنا عايزين عدالة عايزين عدالة بس دا اللي احنا عايزين انما من وجهة ناظري من وجهة ناظري ان ما كانش اختيار موافق ما كانش اختيار موافق ولكن نتمنى له التوفيق النهاردة ان شاء الله وعلى فكرة كان برضو الكابتن امين عمر كان ليه برضو وقع معنا في اخر مباراة ليه مع النادي الاهلي كانت المباراة امام فيوتشر لو تفتكروا حضراتكم وكان فيه بينالتي للنادي الاهلي وهو بتاع تعالي معلول وهو رفض ان هو يحتسب فهو يعني اه حكم كويس كابتن امين عمر ولكن ليه بعض الحوادث اللي مش ظريفة معنا نتمنى له التوفيق النهاردة وما يتقصرش بالضغوط بالضغوط المتعمدة الضغوط المتعمدة اللي كانت من خصم من الخصم على مدار اليومين اللي فتو ترجمة نانسي قنقر